اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبابنا مجددا في برنامج ترشيد الإنفاق والاستهلاك في رمضان فطالما حض الشرع الحكيم على الإنفاق في الخير والحق وذم الله تبارك وتعالى الإنفاق في الشر والباطل مطلقا فأما الإنفاق في الخير والحق فيضبطه قول ربنا تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا ذاك يقول ربنا تبارك وتعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن الإسراف في آية واحدة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكون بخيلا منوعة لا تعطي أحدا شيئا ولا تبسطها كل البسط أي لا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق حاجتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محصورا أي فتقعد إن بخلت مذمومة يذمك ويلومك الناس ويستغنون عنك ومتى ما بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهي الدابة إذا عجزت عن السير عندما تعجز عن السير يقال لها دابة حسير فأستعير هذا المعنى للتعبير عن الإنسان الذي يصبح لا يجد ما ينفقه على أننا نشير أن ما من نفقة في الحق لا تعد تبذير يقول الإمام مجاهد رحمة الله عليها لو أن رجلا لو أن إنسانا أنفق ما له كله في الخير أنفق ما له كله في الحق لم يعد مبذرا لم يعد مبذرا لم يكن مبذرا هذا الإنسان ولو أنفق مدًا مدًا واحدًا ولو أنفق مدًا في غير حق كان مبذرا وإليكم أحبابنا خمس نصائح من خبراء الاستشارة الأسرية في الاقتصاد حتى نضبط بها أنفسنا أولًا لا تدخل السوق وأنت جائع الإنسان لا يدخل إلى السوق وهو جائع شهوته ستتحكم فيه جوعه سيتحكم فيه سيغلب على عقله لا يفكر ثانياً عدم الدخول إلى السوق في وقت الزحمة لأن الإنسان يميل إلى التقليد والناس عندما تزدحم على سلعة معينة بعضهم لا يأتي إلى هذه السلعة إلا لمجرد ازدحام الناس عليها فلا يعرف ما يأخذ ولا يعرف ما يترك ما يشتري ولا ما يترك ولهذا لا تدخل السوق في وقت الزحمة ثالثًا لا تستحب معك الأطفال وإلا سترفع الفاتورة سترتفع هذه الفاتورة إلى ما يقارب أو يزيد عن خمسة عشر بالمئة زيادة على المطلوب لاستحابك الأطفال رابعًا وزع مشترياتك أمور تشتريها يومياً تحتاج أن تشتريها يومياً كالأمور الطازجة مثلاً وأمور تستطيع أن تشتريها بشكل شهري تشتريها بالجملة فإنها لا تفسد ولا تتعفن كالأرز مثلاً هذا تنتهي منه قبل رمضان فتشتري الأرز الذي يكفيك مثلاً لشهر رمضان بالكامل وهناك أمور تشتريها بشكل أسبوعي مثلاً خامسًا لا تدخل السوق من دون قائمة قائمة تحدد فيها ماذا تريد أن تشتري لاحتياجات ورغبات ماذا تريد أن تشتري وتدرس هذه القائمة جيدًا وتراجعها بدقة قبل دخولك إلى السوق وتتوقع حجم إنفاقك على هذه القائمة ربما تستطيع التنازل عن كثير من الكماليات للتوازن والتوافق بين حجم إنفاقك وبين مستوى دخلك وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت رعاية جمعية إنسان الخيرية نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز ترجمة نانسي قنقر